اشتركوا في القناة اي حاجة عندي هنا كان بصل عندي صغير خالص في خطة ثلاثة صغنطاتين خالص كده مع ارنشطة عملاك كده اطعته هفرومهم في الكابة ناعم جدا واتخلص من السوائل بتاعتهم فلازم يكونوا نعمين اول ضربتهم اول مرة وبعد كده ديت لهم تقليبة وحط عليهم رشة كده من الملح تساعد ان هما ينزلوا السوائل اللي فيهم وفرومهم كمان مروتين كده بحيث ان هما ايه اعرف اصفيهم كويس هو الاصل ان الوصفة دي بتتعمل بفلفل احمر حلوي يعني مثلا انا ما عنديش فاصرفت نفسي عادي فلفل اخضر في ارنشطة عادي مش مشكلة يعني مش بتفرق او في الطعمة وبس الفلفل الاحمر بديها تسكيره كده بس مش مشكلة اشتغلت باللي عندي الوصفة دي انا شفتها على قناتين على اليوتيوب وصفة حلوة من سنتين وبجوليا من سنة فهي موجودة يعني على اليوتيوب مش اختراعي ولا حاجة بس بصراحة عجبتني جدا وماشاء الله حساها موفرة بعد ما فرمتهم كويس بصفيهم كده في المصفة السلك بحيس انها تخلص شايفين السوائل الطبق ده انا حطى فيه حزمة بقدونس ما قطعها ناعم فبحط عليها التفل كده كده كله هيتضرب في الكبه في الايخ ماينفعش يكون عندي في الوصفة بتاعتي سوائل عشان الفراخ هتفقي من عالسيخ وممكن ما تعملاش هنعملها على عدن شيش طوك عادي ممكن تصبعيها وتصيبها زي ما هي في الصينية من غير عدن ولا حاجة وترمي معاكي كمية حلوة جدا وانا شايفة ان هي مكوناتها بسيطة مش مكلفة ولا حاجة ممكن يعني انا عندي سدر فرخة دي السوائل اللي طلعت كان لما خلتها كده الفرخة السدر اعمل معي ربعمية وخمسين جرام حطيت عليهم خمسين جرام خمسين جرام من اللية كان جاي لنا لحمة يعني حد دباح وجاي لنا فكان بصدفة فيها لية فاخدت ايه حتة اللية فرمتها صغير كده وقلت اتضرع بها مع الفراخ وهي الوصف فيها كده بتديها شوية طراء يعني مش شرط تلتزمي بالوزن يعني هما اساسا الوصفة كانوا عاملينها بكيلو فراخ اي كمية عندك حطيت عليها حزمة البقدونس المتقطعة ناعم والتفل البصل والفلفل المفروض ان انا حط بشر لمونة صفر انا ما عنديش فحطيت تعصير نص لمونة صغيرة ومعلقة كبيرة من الدي انا حطيتها نشا مش هتفرق اي حاجة تشرب السوال اللي في المكونات معلقة صغيرة من الملح حطيت فلفل اسود النشطة موش حامي بهرات الكفتة او توابل الكفتة او سبع بهرات اي بهرات بتحبيها نص معلقة صغيرة من الكوسبرة الجفة معلقة صغيرة من البابركة بتديها لون البابركة كدت خلص فاضل فيها شوية صغيرين فكملت ببابركة مدخنة البابركة المدخنة دي عندي بقالها سنة تقريب شعر فبقى لسه سليمة ولا لا بس انا شمتها لقيت رحيتها حلو فرمت كل المكونات معايا في الكفتة وبعد جدها هشلها ودخلها التلاجة تتشمع تسيبها ساعة اثنين من قبلها بيوم انا بصراحة مش عارفة الوقت معايا تلباختي يعني مش فاكرة سيبتها تقريبا ساعة ولا حاجة كنت شغالة في الاكل النهاردة متأخر شوية ما كنتش براحتي انا مش عارفة زنقتي نفسي ليه قليبت بس المكونات مع بعض ودخلتها التلاجة هنا بقى هعمل مكارونا بالصلصة وما يبتغلي وحطت فيها ملح شوية صغري من الزيت واستخدمت مكارونا لميتنا بصراحة عجبتني جدا مكارونا سميكة كده بتاخد وقتها في النار الحمد لله ما بتاع الجنش يعني هي كان باقي شوية مكارونا كتار يعني دخلتهم التلاجة ومهما يعودوا عادي بسخنها في اي وقت الحمد لله بنا كلها بنحبها وكده كده اي نوع مكارونا لما نيجي نسلقه عشق قبل ما نحطه في الصلصة ما ينفعش نسويها قوي زيادة عن اللزوم هنا كانت تسلقت وروح تصفتها علشان ما احنا بنقلب المكارونا في الصلصة ما تتكسرش مننا وتبقى نفلفل في مادة دهنية بقى زيت سمنة اللي تحبيها عادي تحمرت ضربت هنا في الكب بصلاية مع قرن شطة خضرة ممكن هريسة شطة طوم اللي تحبيها يعني عادي تقلبهم كده عنها لحد ما البصل اخدت اللون الاشقر وبعد كده نزلت بعصير الطماطم وانا بصفيه لا ضفت الصلصة ولا ضفت بابركة ولا حاجة يا الطماطم كانت عندي ما شاء الله حمرة فمش هحتاج يعني ان انا اضيف اي حاجة تحمر معايا الطماطم لو الطماطم بتاعتك مش عمرة اضيفهم علاقة صلصة دي في بابركة البابركة بتدي لون حلو للطماطم وبما اني ضربة في الاساس قرن شطة في الاول مع البصلة فانا مش هحط فلفل اسود هحط بس سبع بغرات هنا حطيت مية البصل والفلفل كان ممكن اضيف عليها صلصة وزيت وحاجات كده ودن بيها وش الكفتة ويها تحت الشواية بس هقولكو هعمل الوقت عطيت الملح والسبع بغرات واغطي بقى واسيب او هزيبها كده ما كشوفها يعني اسيبها لحد ما تتسبق كويس هنا كنت نقعدنش اشتوق بقى لها نص ساعة في ماء عادية من الحنفية عشان لما استخدمهم ما يتحرقوش معاي لاني بخسلهم وارجع استخدمهم تاني يعني مش برميهم على شبكة وضل افضل انا ما عنديش شبكة فاشتغلت في صنية ممكن تديني الصنية مسحة من الزيت وتستخدميها انا كان عندي حتة ورق زبدة صغيرة كده بس المفروض كنت تدهنها بالزيت لان هي نوعه ناشف فانا بقى استخدمت حطيتها على طول فكانت لزقت شوية يبقى باللي ايدي بالمية واصبع الكفتة المفروض ان انت تاخدي كزا عود شيشة وقت تصبع علي الكفتة علشان يبقى فيها فراغ من جو انا كنت شغالة على عود واحد وكمان العيدان اللي عندي الفيعة فيه كمان عيدان شيشة وقت بتبقى تخينة انا اشتغلت بقى على عود واحد وخلاص ممكن تصبعيها كده بصوابعك تعملي فيها علامات او على الشبكة تخطيها بالورب كده تعملي فيها علامات انا كانت الساعة ساعتها خمسة وربع فكنت شغالة بسرعة لا علامات ولا اشكال شغلت الفرن تاعي بس يسخن حلو قوي على درجة حرارة عشان ما دخل الكفتة يبقى الفرن سخن انا عملت 8 صوابع املاقة زي ما انتو شايفين كده طبعا كان ممكن يعملوا معي 16 لو انا صغرتهم اصغر من كده او لو صبعتهم صغرين كده وشوحتهم في الصينية او حتى على البتاجاز من فوق ادخلهم كده في ارضية الصينية المفروض بياخدوا عشر دايق بس انا الفرن بتاعي بطيء يعني فبححس ان كل حاجة فيه بالطول فما الكوش داعوا بتوقيت الفرن بتاعي كل واحد بقى اضرب فرنها يعني ربنا يسر بقى ونسلك العيون دي انا عندي عين اساسا ما بتشتغلش خالص اطع النفس اللي هي العين اللي عليها الحلل اللي في الجنب دي حطيت بقى بعد ما الصلصة تسبكت كويس ومعادش فيها سوائل نزلت بالمكارونة وديتها كده تقليب وبشغل النار تحتيها 3-4 دقايق على النار هادية ياخدوا ويدوا كده مع بعض وبعد كده بط في النار عشان المكارونة كده تاخد من طعم الصلصة اسهل واسرع طريقة بقى للبقلاوة شفتها برضو في ريلا على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا فقلت اجربها ده ده مفيش اسهل من كده لا توريق بقى ولا دهن ما بين الطبقات ولا اي حاجة جبت بقى لفة جلش من اللي هي 350 جران ما شاء الله مفيش فيها ولا ورقة مقطوة عدت كده الورق واسمته نصين في الطريقة هم جابوا نص الورق ده حطوه في الصينية على طول من غير ما يدهمها سمنة انا يعني قلت اديها مسحة سمنة بس عشان اتأكد ان ايها مضغطية كلها من تحت سمنة عشان تطلع كلها لون واحد وجبت نص الورق ده هحطو كده في ارضية الصينية طبعا هو يفضل ان ايها كانت صينية مستطيلة كانت هتبقى احلى يعني او لو الصينية اللي انا كنت عاملة فيها الكفتة او ممكن اقطع الزوايد احط الصينية بتاعتي فوق الورق وقطع الزوايد والزوايد احطها في النص ما من الطبقات يعني بس اقول لكم بقى انا حطيت الطبقات تنتحة زيادة يعني حطيت بقى السوداني اللي انا كنت جرشا معاكوا اول الفيديو اللي اخططت معاك ده شوية شربات بحيس ان هو يبقى متماسك كده ما يبقاش مفرفت المفروض اعمل الخطوة دي بره في طبق بره يعني بس انا ايه كنت شغلة بسرعة لان تقريبا الساعة كانت ستالة تلتة حاجة زي كده هساوي كده طبقة السوداني ووقتني المفروض ان انا نتني الاوراق اللي طالعة زيادة البرة دي لجوه وبعد كده احط نص كمية الورق بس بالعكس بحيس ان الزيادة تبقى ايه عكس عشان ما تبقاش السمكه كله في جنب واحد طريقة سهلة وسريعة وما بتاخدش اي حاجة يعني لو عندك جالك ضيف فجأة اسام ممكن تعمليها في ثواني يعني ما بتاخدش حاجة ومش مرهقة ولا اي حاجة بصراحة عجبتني قوي الطريقة بس ياليه عيب كده اقولها لكم لما تطلع من الفيديو هطبق بقى الزيادات كده الجوه وبعد كده الورق اللي فوق هطبق الزيادات بتاعته لتاحك سياحة عندي حوالي نص كباية من السمنة سياحة بس لكن مش سخنة هساوي بس كده وطبعا قبل ما بحط السمنة او بعد ما بحط السمنة اي حاجة براحتك يعني بتقطعيها بقى مربعات طبعا كل ما تصغري شكل المربعات كل ما بتطلع شكلها احلى وقشك وشبه البقلاوة اللي احنا بنحبها بس طبعا بقلاوة اللي تيج من عند الحلواني تتبقى عجينة يعني ما تتبقىش جلاشة طبعا من الافكار اللي ممكن تعملي حاجة حلوة للولاد فرمضان العزيزية الدمياتي او المكارونا باللبن برضو يا دم مية وخمسين جرام مكارونا مع شوية لبن ورشة جوز هندي لو تحبي وتعملهم كده مع بعض ويعني ان شاء الله بقى اعملها معاكو قريب باذن الله قطعت كده عدى حاول ان انا اصغر المربعات شوية على قد ما اقدر وصلت الحد هنا اتمنى تكتبولي في التعليقات ان انت وصلت وبعد كده هصب عليها بقى وزع عليها السمنة بتاعتي زي ما قلت لكم هي سيحة بس مش سخنة ولكده كده الفرن سخنة عشان اساسا نحط الكفتة تحت هشيل الكفتة ارفعها قربها من الشوية واحط دي في ارضية الفرن وخلي بالي منها بتاخد لون بسرعة وبعد كده ارفعها تحت الشوية والف كده في الصنية انا كنت بس بالفرش انا بحاول ادهن الاماكن لما وصلش ليها سمنة عشان تتلون معي هي خلاص الكفتة خلاص كانت اتشمعت معي واستوت هرفعها تحت الشوية واقولكوا بقى هديها لون ازاي هحطت هنا الجلاش تحت هحطت معلقتين كده من الصلصة ومعلقت صلصة وعليها شوية زيت ودهنت بيها الكفتة كده تاخد لون ممكن عليهم رشة ملح وفلفل شوية كاتشب لو كان عندك مية البصل والفلفل اي حاجة بحيث انها تاخد معاك لون حلو تحت الشوية انا كنت غرفت المكارونة وطلعت عليها الكفتة طبعا انا مش مبصمتش عليها وعملت علامات يعني انا كنت شغالة بسرعة السيخ ده باخده انقعه في مية وباخصله وباستخدمه تاني جوسي ومشاء الله هي سميكة وحلوة اساسا نوال مفوك كان كل واحد صباع يعني انا اللي يعني قلت يلا الحمدلله كده كده صدر الفرخة انا بناكله في مرة بس ممكن تعملي من جنب واحد وتقسمي كل حاجة بقا قلتها على اتنين او تزبطي يعني انا قلت لك الفكرة وكل واحدة بقا بتعمل اه على طريقتها احنا ستات بيوت ومش لازم نمشي على الوصة بالزبط كل واحدة اللي هتركاتها وبتحب ايه وما بتحبش اين خلاص كده الحمدلله افترنا وحطيت مخل الليفت وجزر وكت عاملة عصير فراولة بس يعني ما جبتش المشهد انا بقا الصينية اول ما طلعت اسقيها كده بالشربات البارد واستنى دقيقتين كده لحد ما تشرب من الشربات او برحتك خالص بقا وبعد كده هنعيد على التقطيع تاني بس بقا لما جيت اطلعها احسيت ان هي بتفرط يعني انا بحب الصوابع ليه عملتها معاكم قبل كده ما حشيك نافة من فيديوهين الصابع ملموم كده ما بيعدش يبعتر ويوقع حشوة هي دي كانت بقا ساعات الطبق اللي فوق بتفصل على الطبق اللي تحت لكن كطاع حلوة جدا ومورقة ومقارب نشاني ممكن تعملوها باللحمة كده مش هتاخده مني حاجة مش هتاخد مني حاجة ولا وقفة ولا توريق ولا اي حاجة ايه بس عيبها انا ممكن تبقى فاصلة من بعض شوية لكن ممكن لو انا كنت حشيام هلبية كانت مسكت في بعض شوية بس النتيجة حلوة جدا ريحت وصليت ونمت وبتاع وقمت الحمد لله غسلت الموعين بتاعتي الحمد لله ربنا يدينا كلنا الصحة يا رب عشان ندخل ساعة الصحور كده وماليت ازايز الميا وروقته وكانس المطبخ وكل حاجة قم ساعة الصحور كده بعمل الصحور والمطبخ نظيفه وبعد الصحور الحمد لله بقى مغسل الموعين الحمد لله اني بقى بقى نايمة فا فيها صحة بقى فاقة شوية فبقى قوم تاني يومة لقى الحمد لله المطبخ حلوة فايا دوبة نظف الشقة وخلاص هنا كنت بقى لي بيضة لما ردتش اعمله باللانشون عشان هو بيض بلدي واخر المرة لما عملته باللانشون حاسيت ان هو بقى كان زفر شوية يعني البيض البلدي عارفين بقى ريحته نفازة مع اللانشون ما عجبنيش يعني بس انا ما حبيتش اعمله قرص قلت ايه انا عايز اكسره كده وفتفته كده وما جيب اعملتش فول اعملتش هاي بلبن وما تشربش واللدي ما شاربهوش وحاجات لانشون بقى وطعمية ومربة وحاجات كده ويا دوب كل واحد كالسا ندودش بيض النصر غيف كده والحمد لله انهم مكلوه ونامو ودي اعداني الشيش توكن ده غسلتها ونشفت وهشيلها تانية استخدمها مرة كمان وكانت كبات العصير نشفت قلت رجعها الفترين قبل ما افقد واحدة منهم كنت مشغالة بقى لغسلة على الكوتشيات بتاعتي وكل شوية فتيكر منظر السيت اللي غسلت كوتشيات جزء وبقت ايه هي سليمة بس كل حاجة لوحدها وهي كايت مش قادرة تمسك نفسها من الدحك فهي دوب هي تشطفت شطفة اولى وقفلت على كده وقلت ادخلهم البلكونة مش عايزهم يتعصروا خفت بصراحة يبوزوا مني يعني بصراحة قلت لا لا ازاي عملت كده لانه ازاي المفروض ما نغسلهمش عشان تحافظة على الغسلة ما تغسلش فيها لا فرش ارض ولا فخي فيها كوتشياتي هنا كنت بقريك ان النهار طلع علي يعني انا اخذ انت بحضت كوتشيات كان النهار طلع علي كنت موصلة عشان بنتي كان عندها انتحان وانا قلت مش هنامع فضل موصلة بقى لحد ما تخرج اتمنى الفيديو يكون كان خفيفة على قلوبكم ما تنسوش اللايك مع السلام